كمان مدبولي اتكلم وقال ما يشغلنا جميعا هو الشأن الاقليمي وأرجو أن انتوا تتذكروا كلامي خلال شهور الثلاثة اللي فاتت احنا في مرحلة شديدة الاتثنائية لم يمر بيها العالم ولا منطقتنا منذ عقود كمان الدكتور مصطفى مدبولي قال ان الظروف الحالية كل يوم بتتغير ومش عارفين ايه لا يحصل بكرة وده بيجبرنا نتعامل مع الموضوع بحزمة من الاجراءات والسياسات ودائما بنضع مجموعة من السيناريوهات وفقا للمستجدات الحقيقة طبعا ما يشغلنا جميعا هو الشأن الاقليمي وأرجو أن حضركم تتذكروا كلامي على مدار الثلاثة شهور اللي فاتت احنا في مرحلة يعني مش عارف نوصفها ازاي شديدة الاستثنائية ولم يبرن بيها العالم ولا منطقتنا تحديدا منذ عقود يعني انا عايز اقول لحضركم حتى المراحل اللي كانت بتبقى فيها حروب والدولة المصرية دخلة فيها في حروب مباشرة كان بيبقى على الاقل فيه توجه واضح والدنيا عارفين احنا تبعات الموضوع وبنخطط وبنشتغل بناء على معطيات موجودة على الارض لكن الظروف اللي بقينا موجودين فيها النهاردة كل يوم فيه يعني تغيير مختلف وعدم موضوع اللي حيحصل بكرة وتبعات كل خطوة من الخطوات اللي ممكن تحصل هتبقى ايه فبالتالي يعني احنا فعلا في حالة عدم يقين شديدة جدا بتجبرنا ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع بمجموعة موحزمة من الاجراءات والسياسات طبعا جزء منها موضوع رد الفاعل ان احنا نتعامل مع الحدث اللي بيحصل على طول ونشوف ده تبعاته ايه علينا ونتحرك فيه ازاي لكن في نفس الوقت بنبنى نحط مجموعة من السيناريوهات اللي كل شوية بتتغير نتيجة للمستجدات اللي بتحصل انا حدي بس حضراتكم عشان نبقى عارفين حجم التحدي اللي بيحصل ايه احنا في ظرف اسبوع زاد برميل البترول 10% احنا قبل ما يحصل الفعاليات او الاحداث اللي حصلت في المنطقة من اسبوع كان برميل البترول ما بين 72-73 دولار النهاردة بنتكلم انه تجاوز 80 دولار يعني حضراتكم تقدروا كده تقدروا مدى العب اللي حصل على الدولة المصرية فجأة بدون اي شيء انه بتزيد الكميات بهذا الشكل والخطورة مش فقط في زيادات الاسعار لان النهاردة فيه تقديرات من المؤسسات الدولية بتقول لو حصل رد يعني باي صورة من السور واستهداف لاي مشروعات بنية اساسية في المنطقة البرميل ممكن يتجاوز 100 دولار انا بس بحطه قدام حضراتكم قد ايه النهاردة كحكومة احنا بنواجه تحديات ليس لا يعني مش مسئولياتنا خالص ولكن مضطرين نتيجة لان الموضوع ده ليه تدعيات مباشرة علينا ان احنا نتعامل معاه ونشوف ايه اللي احنا نقدر نعمله واللي عايز اقوله لحضراتكم ايضا طبعا تأثيرات هذه الحرب على الامدادات بتاعة الطاقة نفسها بخلاف السعر كبير الامدادات هنا بتكلم على الامدادات اللوجستية وانتظام وصول الشحنات والكلام ده كله وتدعيات الموضوع على تكلفة النقل وعلى حاجات كثيرة جدا كبير جدا 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 علينا فالموضوع ده بالرغم من كده احنا على مدار هذه الفترة وكنا ما خدناش اي اجراء استثنائي الحمد لله استمر انتظام الكهربا موجودة الغاز والطاقة للمصامع موجود وده احنا حريصين عليه ولكن لازم كلنا نبقى واخدين باننا اذا المنطقة لقدر الله دخلت في حرب اقليمية التبعات هتبقى شديدة وحيبقى الموضوع مختلف تماما وبالتالي هنبقى غصبا عننا كدولة بنتعامل مع ما يمكن ان يوصف بان هو اقتصاد حرب فلازم نبقى كلنا واخدين باننا كدولة ان احنا حريصين ازاي على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الاساسية للمواطن المصري في ظل ظروف زي ما حضركم كلنا شايفنا واعتقد يمكن دي مهم جدا كلنا كمواطن مواطنين وحكومة نبقى وعيين لهذا الموضوع وكان النهاردة كلامي كله مع السادة الوزراء في اجتماع المجلس على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات بتاعتنا وفي استهلاكاتنا عشان محدش ضامن ايه اللي هيحصل بعد كده قدام احنا بنادعو الله طبعا ان الامور لا تتفاقم ولكن لازم نتحسب وده دورنا كحكومة وكمسؤولين ان احنا نتحسب للسيناريوهات الاسوأ ونبقى فاهمين ازاي حنتحرك في هذا الشأن وفيه كانت تكلفات واضحة جيدنا للسيد وزير البترول والسيد وزير الكهرباء والسيد وزير المالية والمحافظة بنك المركزي بنصق ونتعاون مع بعض علشان نضمن ان الامور تبقى يعني ما فيش تأثير على الدولة المصرية باكبر قدر ممكن انه ما يحتاطش اي تأثير سلبي علينا في هذا الشأن